اشتركوا في القناة المنشور الشهير من جملة مناشير تم بمقتضاها مصادرة حرية لباس مئات الألاف من التونسيات وتبين الإحصائيات بأن المؤسسات التعليمية كانت أكثر المؤسسات التي تم فيها التضييق على حرية اللباس تليها وزارة الداخلية بكل هيكلها ثم مؤسسات الصحة العمومية رغم أن تونس صدقت على عدد من المعاهدات الدولية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فقد عمل نظام الاستبداد إلى إصدار ترسنة من المناشير التي تنتهك حرية اللباس فانجرت عن هذا الانتهاك عدة انتهاكات أخرى مثل المنعم للارتزاق وانتهاك الحق في التعليم والحق في التنقل ليتطور الأمر إلى الإيقاف والهرسل والمضايقات الأمنية وثبت لدى الهيئة أن المنشور الأول هو المنشور عدد 22 الذي أصدره الوزير الأول محمد لمزالي في 17 سبتمبر 1981 حيث وجهه للوزراء بخصوص مظهر الأعوان بالإدارات والمؤسسات العمومية ونبه المنشور مما اعتبره خروجا عن تقاليد الهندام المتعارف لدى العموم وفي البروز بلحاف يكتسي سبعة الزي الطائفي المنافي لروح العصر والسنة التطور السليم وهدد بعقوبة الإيقاف عن العمل والإحالة إلى مجلس التأديب في حال عدم الالتزام وفي الإطار ذاته أصدر وزير التربية القومية محمد فرج الشادلي من منشور 108 بعد يوم واحد من إصدار المنشور السابق حيث وجهه من خلالها تعليمات إلى جميع مدير المعاهد إلى الحرس بما ينبغي من الجد والحزم ضد ظاهرة الحجاء وبرد في المنشور بأن هذا الزي الذي أدى لنفسه الاحتشام بأنه يرمز لا محالة إلى ضرب من الشدوذ والانتساب إلى مظهر متطرف هدم وأمر الوزير حينها بتوزيع هذا المنشور على كل التلميذات وأوليائهن في كامل تراب الجمهورية مصحوبا بصورة توضيحية تعتبر الفستان الطويل والميدع الفضفاضة غير مسموح بها وقد لحق هذا المنشور عدد مناشير أخرى المنشور عدد 102 لسنة 1986 الخاص بمظهر المدرسين والأعوان الإداريين والتلاميذ الصادر عن وزير التربية القومية عمر الشادلي وبتاريخ 23 أكتوبر 1986 أصدر وزير الداخلية زين العابد بن علي المنشور عدد 81 ثم صدر المنشور عدد 76 لسنة 1987 عن وزير التربية القومية عمر الشادلي وفي 20 جوليا 2001 المنشور 35 واحد الصادر عن وزير التربية والتعليم منصر الرويسي إضافة تنين المنشور عدد 35 الصادر في 2001 والمنشورين عدد 70 وعدد 80 لسنة 2002 الصادر عن وزير التعليم العالي صادق شعبان ولاحقاً المنشور عدد 98 المؤرخ في 22 أكتوبر 2003 الصادر عن وزير الصحة أحبيب مبارك إن انتهاك حق اللباس في تونس كان ممنهجاً ذلك أن منع ارتداء الحجاب تم عن طريق جملة من الإجراءات والآليات الإدارية فاعتبر ارتداؤه إخلالاً بواجب التحفظ المفروض على الموظف وخطأاً فاتحاً يستوجيب الطرد وذلك إضافة للإجراءات الأمنية التي كانت وسيلة النظام لانتهاك جملة من الحقوق الأخرى المتمثلة أساساً في الحق في التعليم والحق في الشغل والحق في التنقل فقد اعتبر المسؤولون في أجهزة الدولة بأن الخمار ذو رمزية ومفهوم سياسي فتم إعداد اتخذتي لمنعه وللتصدي للنساء اللواتية تدينه ففي خطة عمل للتجمع المنحل لمواجهة اللباس الطائفي كانت الدهوة دائماً للتنبيه على المتحجبات ضمن محاضر الالتزام مع تطبيق المناشير المشار إليها بكل حز لقد شن النظام حملات ضد المحجبات التي لم تكن بالضرورة ناشطات سياسياً بل كنا تلميذات وطالبات وموظفات في الإدارة وعاملات وربات بيوت حيث تعرضنا للهرسلة والإهانة في الطريق العام حيث كان يتم الاعتداء عليهم ونزع الحجاب بالقوة ثم الجري إلى مراكز الشرطة لإمضاء الالتزام بخلعه كما تم منع المحجبات من دخول الإدارات والمؤسسات العمومية وانتهاك حقهن في التعليم فكان نتاج هذه المناشير التعرض للمراقبة الأمنية والحرمان من الفضاء العام حتى وصول الأمر للحرمان من الارتزاق ولم تفلت حتى الناشطات في حزب تجمع منحل من الويشاية على غرار ما ورد في تقرير عثرت عليه الهيئة في الأرشفات التي نفذت إليها عنوانه المحاميات المرتديات للزي الطائفي المنخرطات بمنتديات المحامين التجمعين لقد مس هذا الانتهاك المدن الكبرى خاصة تونس العاصمة أكثر من مدن الصغرى والقرى والأرياف وانتشر في مناطق الشمال أكثر من الجنوب وربما يعود ذلك إلى عادة انتشار استعمال غطاء الرأس لدى النساء حاول المجتمع التونسي مقاومة هذا الانتهاك على الحريات الفردية من خلال قيامه ببعض التحركات من ذلك المسيرة التي جالت شوارع بنزارت يوم 5 أكتوبر 1981 أي أيام قليلة بعد صدور أولى المناشير المانعة للحجاب كما تصدرت جمعيات حقوقية لهذه المناشير وسندت ضحاياه باعتبارها تدخلاً سافراً في مجال الحريات الفردية وقد رافق الحقوقيون النساء في المعركة القضائية أمام المحاكم لقد كان رفع قضية أمام المحكمة الإدارية نوعاً من مقاومة هذا الإجراء التعسفي المنتهك لحرية المرأة في لباسها غير أنه رغم السمعة الإيجابية للمحكمة الإدارية في مواجهة الاستبداد فإنها لم تقضي بعدم دستورية المناشير وذلك في المناسبة الوحيدة التي تم التعن في دستوريتها لقد اعتبرت في البداية الدائرة الإبدائية الخامسة بالمحكمة برئاسة سامي البكري بتاريخ 9 ديسمبر 2006 أن هذه المناشير تتدخل في الحريات الفردية التي يكفلها الدستور واستعرضت النصوص القانونية الأعلى منها درجة والتي لا تتضمن قواعد أو تحديداً للهندام ولا تعرف مفهوم التطرف الذي يمكن أن يعكسه اللباس ولكن الدائرة الاستئنافية الخامسة بالمحكمة الإدارية برئاسة أحمد سواب تراجعت في الثامن والعشرون من جانفي 2011 عن هذا التمشي واعتبرت أن هذه المناشير خاصة المنشور عدد 108 وعدد 102 شرعيين وأن منعهما لللباس الطائفي يدخل ضمن واجب التحفظ المحمول على الموظف كما قضت المحكمة في القضية الوحيدة التي تم فيها الطعن مباشرة في المنشور عدد 102 لسنة 1986 برفض الدعوة ذلك بتاريخ 24 جانفي 2008 استناداً إلى أن ما جاء من تعليمات بالمنشور يدخل في إطار واجب التحفظ وخصوصية الوظيفة المناطة بأعدة الأعوان المدرسين وما يستوجبه تحقيق أهداف النظام التربوي والتعليمي لقد عكس انتهاك حرية اللباس مدى تعص في نظام الاستبداد ومصادرته لأبسط الحريات غير أنه في المقابل مثل تشبث المرأة التونسية بحقها في ارتداء الحجاب وعدم انسياعها للمناشير والأوامر الظالمة رغم كل الممارسات القمعية والمضايقات نوعاً من الصمود والمقاومة ترجمة نانسي قنقر